بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا يعني بنرحب بحضراتكو في مقركم ومكانكم وزارة الإسكان والحياة ممكن كل سنة وحاركو طيبين طبعا بمناسبة المولد النبا والشريف وإحنا بنعتذر إن كنا جايبينكم في فيوم أجازة لكن يعني طبعا الحياة وأنا بسلم على حضراتكو كده يعني أنا بعتبر بقى معظم الحضور رفقاء كفاح ويعني الحقيقة بصراحة يعني أنا شرفت بحضراتكو في مواقع كتير جدا ويعني تزملنا أنا بعتبر يعني إن إحنا فريع عمل واحد الحقيقة كنا دايما كده وأنا بعتبر حضراتكو شريك رئيسي الحقيقة يعني في كل المراحل اللي الواحد خدها يعني في حياته الشخصية الحقيقة وبسعد دايما بالتواصل مع حضراتكو وبسعد بتلقي مقترحاتكو الحقيقة ويمكن أنا كنت حريص جدا إن أنا ألتقي بحضراتكو لكن طبعا في البداية الحقيقة كان فيه ضغوط كتيرة جدا طبعا نتيجة طبعا الحجم العمل قلنا إن شاء الله كده يعني في أقرب فرصة نرتب لقاء ونقعد فيه مع حضراتكو نقول لحضراتكو برضو إحنا وصلنا لإيه وإحنا خطتنا إيه وإيه حجم التحديات اللي موجودة معنا في هذه المرحلة ويعني يمكن إحنا خدنا حوالي قرابة تقريبا شهرين كده أو بعض الأيام كمان بالإضافة للشهرين لكن إن شاء الله هنبقى حرصين إن اللقاء ده يبقى دوري بحيث إن يبقى فيه تواصل دائم ومستمر مع حضراتكو والحيمكن أنا برضو بسعد دايما يعني بأي تواصل في حال وجود أي حاجة طبعا بشكل طارق أو عاجل أسعد بحضراتكو برضو في أي وقت طبعا وكل التقدير وكل الاحترام لكل الصحفيين والإعلاميين الحقيقة زملائنا اللي أنا بسعد فعلا بالتعاون معهم دايما بشكل دائم ومستمر الحياة طبعا يمكن أنا الحياة بشكر طبعا الحياة يعني فخمت رئيس على التكليف الكبير والعظيم ده واللي أنا شرفت الحقيقة بيه وبشكر دولة رئيس الوزراء طبعا وبسأل أصر التوفيق في هذه المرحلة طبعا إحنا عندنا يعني العديد الحياة من التحديات اللي يمكن ابتدينا مع فريق العمل بقى كله بالكامل كده نقعد عليها ونشوف إيه هي الصعوبات يعني دايما بنبدأ كده بمرحلة تحليل الوضع الراهل وإيه المشاكل اللي ممكن تكون موجودة وبتقابلنا وطبعا أنا حياة يعني مايفوتنيش إن أنا أتوجه بالشكر والتقدير للدكتور عاصب الجزار الحقيقة على جهوده المميزة والعظيمة الحقيقة خلال الفترة الماضية وأنا على المستوى الشخصي الحياة تعلمت منه كتير يعني بعتز بيه جدا جدا على المستوى الشخصي وطبعا إحنا لما يعني قعدنا مع الزملاء وبتدينا نشوف كده إيه الموقف الحقيقة لقينا عندنا مجموعة من التحديات الرئاسية هنتكلم فيها في عجالة مع حضركوا كده وبعد كده ندخل على خطة العمل بتاعتنا إن شاء الله أهم هذه التحديات يعني كانت الأزمة المالية تحديدا إحنا عندنا طبعا التزامات عديدة جدا في تنفيذ العديد من المشروعات وطبعا في عندنا حقيقة فجوة موجودة بتدينا مع الزملاء نحط لها مجموعة من المقترحات والحلول الميزة إن إحنا عندنا أصول موجودة على الأرض الحقيقة سواء وحدات سكنية أو أراضي بتدينا نحصر كل الكلام ده بالتعاون مع كل سادة الزملاء سواء رؤساء أجهزة المدن أو قطاع تخطيط المشروعات أو قطاع العقارية وقطاع التنمية في الهيئة اشتغلنا على الملف لكده كله بالكامل وبتدينا نحصر كل المخزون الخاص بالوحدات السكنية والأراضي ورتبنا خطة عمل خاصة بطرح هذه المشروعات بالتنصيق الحقيقة كمان يمكن مع المطورين حيث أنا في البداية برضو دعيد مجموعة من المطورين يمكن بعض حضراتكم برضو شرفني في هذه اللقاءات وبتدينا نحط نعمل ورش عمل معاهم ونشوف برضو عشان ما يحصلش حالة إغراق في السوق وبتدينا نفكر إزاي نعمل خطة متوازنة لطرح الوحدات السكنية سواء جزء من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديدا المنصات التابعة لها زي منصة مسكن وأيضا جزء آخر خاص بشركات التطوير والعقاري والتسويق اللي تبع للوزارة واللي الهيئة بتمتلك الحقيقة النسب فيها مش قليلة أبدا ابتدينا ندير الموضوع بالصورة دي كده بحيث ان احنا نعمل تعظيم بشكل كبير جدا للموارد وفي نفس الوقت نخلق كشف له يمكننا من احنا نضغط في خطة تنفيذ المشروعات المختلفة واللي بيها نقدر نوفي تسلمنا للعملاء المخصص ليهم هذه الوحدات لان احنا معترفين الحقيقة ان كان حصل تأخير في العديد من المشروعات فيما يخص تسليم الوحدات وكان ابرز هذه الاحداث طبعا حدث تسليم اللي كنا عملناه في مدينة العالمين الجديدة والحقيقة كان حدث متنوع في انماط الاسكان داخل المدينة اللي احنا قمنا بتسليم الوحدات لملجا ده كان احد اهم المحاور حي احنا برضو في اطار تعظيم الموارد عادنا مع الزملاء بحيث ان احنا نخلق موارد مستدامة من خلال طبعا عندنا المساحات اللي هي ممكن تكون غير مستغلة في بعض المدن نبتدين نشتغل عليها ونعيد استخدامها ونحاول ان احنا ندخل فيها شرقات او بمقابل انتفاع والحقيقة ده بيضمن لنا موارد مستدامة اشتركوا في القناة